أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب أحبائي الحلقة اليوم خاصة جدا أضعها تحت هذا العنوان صديقي المسلم وأسئلته العميقة صديقي المسلم وأسئلته العميقة أولا وبداية أحب أن أوجه حديثي لكل شخص مسلم يراني الآن أو سيسمعني ويشاهدني فيما بعد إني أحبكم إني أحبكم وأريد الخير لكم إني أصلي لأجلكم إن طلبتي إلى الله من أجل إخوتي المسلمين هي الخلاص هي أن تتمتعوا بالخلاص الذي في الرب يسوع المسيح أصلي إلى الله لأجلكم لأجل أهلي وإخوتي وأخواتي لأجل كل مسلم أنه يخلص في قلبه وأنه يصدق في بحثه عن حقيقة شخص المسيح لأن حقيقة شخص المسيح عندما تدركها وعندما يعلن المسيح ذاته لك سوف أخي وأختي تجد معنى للحياة ليس فقط تنالى غفرانا لخطيئك لكن ستجد معنى الحياة القصد والغرض الذان لأجلهما خلقك الله ووضعك هنا على الأرض سوف تدرك هويتك أنت من؟ نشأتك مصدرك من أين أتيت؟ وعلى أي صورة كونت وخلقت والمصير أين ستكون في أبديتك؟ إذن أحبائي إخوتي المسلمين الذين أصلي لكم من قلب محب يحبكم لأن في يوم من الأيام كنت في مكانكم كنت في نفس المكان الذي كنت فيه كنت مثلكم كنت واحدا منكم كنت أعاني نفس الأمور التي تعانونها وكنت أسأل نفس الأسئلة التي تسألونها لكن عندما وصل بي الأمر أني صرخت إلى الله من كل قلبي قلت له يا رب أنت مين؟ إذا أنت موجود أنت مين؟ أعلن لي عن ذاتك وأظهر الله لي ذاته في شخص المسيح شخص المسيح الذي أتى إلى قلبي الذي أظهر ذاته لي بأنه هو الله المتجسد هو الله الحي الحقيقي الذي أتى لكي صار إنسانا لكي يقدر أن يموت ويفديني من خطيائي وبقيامته يبررني أصير بارا أمام الله وليس ذلك فقط ويعطيني سنة من ناحية ماضية راحة من ناحية حاضري ورجاء من ناحية مستقبلي هذا ما فعله معي المسيح 25 سنة بمشيئة الرب الأسبوع المقبل سوف أقيم حلقة خاصة في هذا الخصوص مرور 25 سنة على معرفتي للرب يسوع المسيح فكونوا معنا الأسبوع المقبل بمشيئة الرب إن شاء الرب وأبقانا لكن اليوم أحبائي ويصني أسئلة كثيرة من أصدقاء مسلمين على الفيسبوك وفي على صعيد شخصي أو في اجتماعات ومؤتمرات لكن في أخ صديق وضع لي مجموعة من الأسئلة سواء هو كتبها أو جابها من الإنترنت مش مشكل لكن هي أسئلة تتكرر يوميا على مسامعنا نحن المسيحيين من إخوتنا المسلمين لكن صلاتي صلاتي أن يكون صاحب السؤال أن يكون مخلصا ويريد أن يعرف إجابة حقيقية مش يسأل لأنه بده يسأل والله نحن بدنا نحاول نعجز هؤل المسيحيين ونبين شركهم وكفرهم وانتصرنا يعني منكون لا تقدمنا بل بالعكس تأخرنا وما حدا حينضر إلا شخصك يلي عم تسأل مجرد سؤال لتدخل في جدل بيزنطي لكن إذا كنت بالفعل عم تسأل حتى تعرف لنفسك حقيقة يسوع المسيح من هو فأبشر أبشر يا صديقي فأن المسيح سوف يعلن عن ذاته لك لأنك تريد أن تعرف حقيقة المسيح لا لن يوجد باحث عن الحق لن يجده والله بكل جلاله مسؤول وملزم أمام كل شخص باحث عن الحق بإخلاص الله مسؤول أن يعلن ذاته لك لكن شغل عقلك اعمل عقلك أرجوك افتح ذهنك قال له يا رب افتح ذهني وتسلح بنية البحث الجاد والاستقصاء العميق للحقائق وكن أيضا قال له يا رب سعدني أن يكون قلبي مفتوحا لكي أستقبل إعلاناتك عن ذاتك مش الذي تسلمته أنا عنك فخلينا نحط المسلمات على جنب الله يخليك وخلينا نستقبل إعلانات الله عن ذاته بقلب مخلص وبذهن عميق وبذهن منفتح باحث عن الحق أبتدأ إذن عزائي المشاهدين هذه الأسئلة التي أتتني من صديق المسلم واللي يعني قال لي وين صار الأسئلة قال له بنعمة الله سوف أجيبك وأجيب كل إخوة المسلمين على هذه الأسئلة وحابب عندما أفتح الخطوط أن تتواصلوا معي أحبائي إذا السؤال مش واضح حتى أخوة المسيحيين نحن بحاجة أن نسمع هكذا حلقة لأنه كل يوم أخي المسيحي عمالي بيجيك هالأسئلة من أخيك المسلم فعلينا أن نكون أحبائي نتمم قول الرسول بطرس يقول الرسول بطرس أما خوفهم فلا تخافوه بل قدسوا الرب الإلهي في قلوبكم وكونوا دائما مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبيل سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف كلمة مجاوبة مستعدين لمجاوبة كلمة مجاوبة أبلجاليكس بمعنى أن تعطي حجة لإيمانك المسيحي هل أنت مستعد أخي المسيحي أن تجيب أي شخص يسألك أنت ليش بتؤمن أنه الله واحد وثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة طب جاوبنا عليها طب كيف الله لما تجسد في المسيح ومات على الصليب إذا مات المسيح يعني مات الله ما المسيح هو الله فالله مات فمن كان يدير الكون ما أسئلة عم تجينا هل أنت مستعد أخي المسيحي على أن تجيب على هذه الأسئلة طيب أجرة الخطيئة موت طب لما أخطأ إبليس لماذا لم ينهي الله ويميته وانتهت القصة وما كان إجا وأغوى حواء آدم أسئلة منطقية أسئلة رائعة وعلينا كمسيحيين أن يكون عنا الإجابة الكتابية والعقلية والمنطقية لإخوتنا الذين يسألون هذه الأسئلة بداية خليني أبتدأ بأسئلة شوي سهلة من شان يعني شيلهم من الطريق لحتى ندخل للأسئلة الأعمق مثلا بيقول هون أنه على موضوع قيامة المسيحة بيقول السائل يقول متى في إنجيله متى 27 أنه وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه سؤال أخونا المسلم اللي عم يسأل هذا السؤال يا ترى فهل يحتاج الرب إلى أحد الملائكة ليزيل الحجر عن الباب كيف تعتقد أنه هو الذي خلق الملاك وهو الذي خلق الحجر ثم يحتاج الملاك ليزيل الحجر أم أن الملاك تصرف بدون مشيئته سؤال رائع جدا وهذا الكلام اللي حضرتك ريتو المقطع من متى عفوا 28 بيقول الكتاب وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر وأول ما وصله وإذا زلزلة عظيمة حدثت ليش؟ لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب بس أنت حبيبي مشكلة أخوة المسلمين مشكلتهم أنهم يقططعون الآية من نصها ومرات بياخدوا جزء من آية الله يخليك أقرأ الآية في نصها وصدقني إذا أريت الآية بنصها بقلب صادق مش حيكون في عندك أي معجزة أو معضلة أبدا وجلس عليه فمش بس يعني دحرج الحجر بعد الزلزلة لا وجلس عليه وكان منظره كالبرقي ولباسه أبيض كالثلج فمن خوفه خافوا منه ارتعد الحراس لأنه كان في حراس لأنه بيلاطس ورؤساء الكهنة كانوا قد أمروا بضبط القبر وبعدين وصاروا كأموات من منظر من منظر الملاك فأجاب الملاك وقال للمرأتين يلي جايين صباح يوم الأحد لحتى يعني يحنطوا جسد الحبيب بأطياب وحنوط وقال للمرأتين لا تخافا أنتما فأني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال هلما هلما انظرا الموضع الذي كان الرب متجعا فيه واذهبا سريعا قولا لتلاميذه أنه قد قام من الأموات ها هو يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه ها أنا قد قلت لكما فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راقدتين لتخبرات لميذه وفيما هما منطلقتان لتخبرات لميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له فقال لهما يسوع لا تخافا اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني انحلت المشكل أنا أعتقد أن انحلت لكل ذي عقل سليم ولكل ذي يعني نية صادقة انحلت المشكل أبدا بكل بساطة أنه مين اللي بعث الملاك الرب يسوع نفسه بعث الملاك لحتى يزيح الحجر مش لحتى المسيح يخرج من القبر حاشة أبدا لكن بعثوا لحتى يزيح الحجر لحتى مريم والمريمات وبعدين بطرس ويحنى يجوا ويدخلوا ويشوفوا أنه بالفعل المسيح قد قام لأنه المسيح في مكان آخر بيحنى عشرين كانوا التلاميذ مجتمعين في العلية في الطابق العلوي في بيت والأبواب مغلقة لسبب الخوف من اليهود ظهر يسوع ووقف في الوسط قال لهم سلام لكم الجسد الذي قام به المسيح يا أخي المسلم جسد القيامة جسد غير محدود بقوانين هذه الأرض جسد يخترق الحيطان ويخترق الصخر جسد ذهب به إلى السماء فإذن لا الملاك لم يدحرج الحجر لكي يخرج منه المسيح كلا لكنه دحرجه لكي يروا الناس أن المسيح قد قام ليس هو هاهنا لكنه قد قام ادخلا انظرا الموضع الذي كان الرب متجعا فيه واذهبا وأخبرا تلاميذه والملاك مش تصرف أبدا من ما شئته لا الرب اللي أرسله لأنه نفس الكلام اللي قاله الملاك نفس الكلام اللي قاله المسيح فإذن الرب يسوع اللي قال للملاك يقول هالكلام الرب يسوع عاد وأكده فهذا إجابة لهذا السؤال أقول أن الحجر لم يدحرج لم يدحرجه الملاك لكي يعني يخرج الرب يسوع من القبر حاشا لكن لكي يروا مؤمنين بالتلاميذ المسيح لكي يروا بالفعل أن المسيح قد قام من الأموات ويؤمنوا به خلينا نروح لسؤال تاني كمان سؤال كتير حلو بيقول هخلي الأسئلة العميقة شوي بعد شوي أوكي بيقول يقول يحنى وهناك أمور كثيرة عملها يسوع لو كتبها أحد بالتفصيل لضاق العالم عليه على ما أظن بالكتب التي تحتويها إذا كان إنجيل يحنى وحيا فمن الذي يظن هنا حتى لو كان يحنى ملهما من الروح القدس فلا مجال للظن فالإلهام والوحي يقين وليس ظن سؤال كتير حلو أولا خليني أقرأ أقرأ معك الآية بحسب نصها من إنجيل يحنى الأصحاح الواحد والعشرين يحنى 21 عدد 24 هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا الذي يشهد بهذا بكل اللي كتبوا في إنجيله وكتب هذا ونعلم أن شهدته حق وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوب آمين سؤالك في محل لكن في مشكلة والمشكلة تتمركز وتتمحور في حول مفهوم الوحي حضرتك أخي المسلم مفهوم اللي فهمه عن الوحي مفهومك للوحي هو أن الله يلقن نبيا يلقنه كلاما اكتب ما على النبي إلا أن يملي يعني الله يملي عليه والنبي يكتب هذا مش مفهوم الوحي أبدا مفهوم الوحي في الكتاب المقدس أن الله يستخدم يحل على الإناء المستخدم وفي هذه الحالة يوحنى لا يلغي عنصره الإنساني لأنه لما بيملع له اكتب اكتب يا يوحنى فأي واحد مستعد الله يجيبه ويقول له اكتب لكن لا لا يلغي العنصر الإنساني لكن يستخدم هذا العنصر الإنساني بانفعالاته بأفكاره بما يظن بما يفكر لكن يهيمن على هذا العنصر الإنساني بالطريقة الإلهية وروح الله القدوس يهيمن عليه فتخرج الكتابة كتابة وصنعة إلهية فيها عنصر بشري شوف الآية ما أرواحها لما بيقول أنه لم تأتي نبوة من تفسير خاص بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس مسوقين أن روح الله القدس سيطر عليهم سيطر على مشاعرهم سيطر على أفكارهم فلم يلغي أبدا العنصر البشري لكنه استخدم انفعالاتهم واستخدم أفكارهم واستخدم ما يظنون واستخدم خبراتهم استخدمها كلها وهيمن عليها وسيطر عليه بطريقة أنه عندما خرج الكتاب المقدس خرج إنجيل يوحن خرج وحيا إلهيا بلا خطأ وبلا دنس وبلا يعني قابلية للخطأ ولو 0.0001% لماذا؟ لأن الذي سيطر على يوحن في كتابته هو الروح القدس لما عمالي بيقول يا جماعة يعني فيه أمور أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة يوحن بيقول لا أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة أمين فاستخدم الروح القدس مشاعر يوحن يوحن شغل عقله يوحن فكر يوحن خرج باستنتاج أعمل عقله عندما قال يا حمي أمور كثيرة لقد راقب حياة يسوع وما فعله يسوع أمور كثيرة صنعها يسوع وحلل أنه لو كتبت واحدة واحدة وصل إلى الاستنتاج لا أظن أن كتب العالم كلها ستسعها فالروح القدس كان مسيطر على مراقبة يوحن للوضع ولا على تحليله ولا على استنتاجه ووضعه في هذا القالب لكي يخرج وحيا إلهيا من عند الله طب شو نعيك لما كتب داود قديما كتب قائلا ثقبوا يدي ورجلي لم تثقب يدي داود ورجلي لكن كان يكتب روح الله يقول له اكتب يا داود عن ابنك الذي سيأتي من الجسد عن ربك الذي سيتجسد اكتب أنهم سيثقبون يدي ورجلي إلهي إلهي لماذا تركتني مزمور 22 مع أنه ما في يوم إجعل داود أنه ترك من الله يمكن هو عمالي بيكتب طب يا رب أنا لم أقل لك في يوم من الأيام هذا الكلام أنا عارف يا داود لكن أنت مش عم تكتب عن نفسك لكن أنت تكتب عن عن ربك وإلهك الذي سيأتي متجسدا الذي سيأتي لكي يموت على الصديب سيترك على الصديب من من الله نفسه بيقول ببطرس الأولى واحد عدد عشرة عن الأنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم إذ سبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها مرة حاب يوصل فكرة أنه الخيانة وتأثيرها على الله عندما شعبه خانوه لما أكلوا خيره وعبدوا غيره أوكي فالله تعنى في صميمه جرحت مشاعره جاب واحد من الأنبياء اسمه هوشع ياريت بتقرأ هالسفر النفيس في العهد القديم هوشع 14 إصحاع بس ياريت بتقرأ عزيز المسلم أخي فحب يعني يوصل فكرة قديش هو جرح من خيانتهم وطعن في قلبه من عدم نزاهتهم وتقديرهم فقال له ياهوشع اذهب وارتبط بامرأة زنة وبعدين هتخلف منك وبعدين هتروح تتركك وتروح تزني مع آخرين وبدأ ياهوشع تسجل يعني مشاعرك عندما تركت وخانتك زوجتك التي التي تزوجتها ولم تكن تستحقك وبعدين بيكتب هوشع مشاعر الغيرة والجروح التي مني بها في قلبه وكان الله بالضبط هذه مشاعري من إسرائيل عندما خانوني وتعدوا العهد وعبدوا غيري وهكذا كان روح الله هو الذي يسيطر على هوشع على داود على يحنى على بطرس وهم يكتبون وهم يكتبون لنا الوحي أحبائي خليني إلك ياها الرب الله المثلث الأقميم بأقنوم الإبن حل كان سيتجسد من المطوبة العذراء مريم فالتجسد يحتاج إلى إناء هذا الإناء المختار هو العذراء المطوبة مريم فعندما كان سيولد المسيح سيتجسد المسيح الذي هو ابن الله من المطوبة العذراء مريم فكيف صار الأمر الأمر بكل بساطة أن الروح القدس حل على مريم فسيطر عليها وعلى كيانها قوة العلي ظللتها بمعنى أن قوة الله الآب القدوس حفظ الجنين الذي سيتجسد المسيح فيه والذي سيولد من أحشاء المريم حفظت قوة الله القدوس هذا الجنين من أي دنس أو من أي أمر من الطبيعة التي ورثتها القديس العذراء مريم من آدم فالروح القدس يا مريم سوف ينصب خيمته حولك وقوة العلي ستظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله وهكذا يا أحبائي هكذا كان روح الله يحل على الإناء المستخدم لكتابة الوحي حل هنا على يوحن فنصب خيمته حول يوحن لكي لا يأتي أي فكر أو أي دنس من الخارج وهو يكتب الوحي وأيضا قوة العلي ظللت يوحن لكي لا يكتب شيئا و يذهب شيئا من طبيعة يوحن الساقطة التي كانت فيه والتي ورثها من آدم لكي لا يكتب شيئا من عنده من حيثياته من بنات أفكاره لكن حل عليه فأرى العنصر الإله والعنصر الإنسان لذلك خليني أولى يا يوحن روح الله سوف ينصب خيمته حولك و قوة العلي ستظللك فلذلك إنجلك هو قدوس كلمة الله المقدسة هذا الوحي أحبائي هذا الوحي بكل بساطة خلينا قبل أن نطلع الفاصل كمان ناخد سؤال ثاني من أسئلة صديقنا الحبيب الذي قال أن سؤال حلو إذا كان آدم قد أخطأ بحق الله إذا كان آدم قد أخطأ بحق الله فمن الذي يجب عليه الاعتذار سؤال سهل وبسيط آدم لازم يعتذر من الله لأنه هو الذي غلط بحقه الله أم الإنسان شاكيد الإنسان إنه حتما للإنسان لكننا نرى أن الله هو الذي يضحي بابنه الوحيد عن ذلك الخطأ ويدعون أن نقبل هذه التضحية لكي يخفر تلك الخطيئة فإذا كان الهدف هو الغفران فلماذا لا يخفر الله لنا دون الحاجة لهذه التضحية من جانبه أليس هو الخالق المتصرف فمن هو الذي يشترط عليه أن لا يخفر إلا بالتضحية أما إذا اعتقدنا أنه هو الذي يقيد نفسه بمثل هذه الشروط فهذا اعتقاد عابث حبتدئ من آخر عبارة اعتقادنا أن الله يقيد نفسه بمثل هذه الشروط فإن اعتقادنا عابث أخي المسلم المشكلة أنك أسأت فهم حقيقة طبيعة الله 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 قدوس الله محب الله قدوس يكره الشر يكره الخطيئة الله المثلث الأقانيم الذي نعرفه في الكتاب المقدس الله الواحد الله الواحد هو إله قدوس يكره الشر يكره الخطيئة يكره الإثم عينه أطهر من أن تنظر إلى الجور لا يستطيع النظر إلى الإثم ما فيه هو إله قدوس أي منفصل عن الأثام والخطايا ولابد أن يدينها فهذا الله القدوس لأنه قدوس ولأنه الإنسان أخطأ لابد لابد أنه يدين هذا الإنسان ومش بس كمان يعني لابد أن يدينه لأنه فقط قدوس لأنه قال له قال له يا آدم يوم تأكل من الشجرة يوم تأكل من الشجرة شجرة معرفة الخير والشر موتا تموت فقال له قال له بداية الأمر قال له في عقاب في نتائج لعصيانك يا آدم وعطاه حرية الاختيار وخلقه كائنا حرا بإرادة حرة بإرادة عاقلة وقال له يا آدم يا حبيبي أنا خالقك أنا مبدئك أنا غايتك أنا كل شيء لك لكن أعطيك إرادة حرة لكي تختارني ولكي تختار أن تطيعني بكامل قواك العقلية وإرادتك الحرة لكن في اليوم يا آدم يلي تخطئ اعلم أنك ستجلب الموت والدمار ليس فقط عليك لكن على نسلك من بعدك فالله طبيعته قدوس وقال الله حط وصية ومش بس هيك وقال في نتيجة ونتائج مروعة لهذه الوصية إذا كسرت وقال أنه في عقاب لهذه الخطيئة إذن اللي صار أخي اللي عندما أخطأ آدم ما راح واعتذر يعني خاف من الله فأول ما أخطأ آدم خاف وصورة الله تشوهت في ذهنه لأنه شوهها إبليس ومش بس هيك وبعدين عندما خاف آدم من الله وشو ممكن يعمله الله هرب واختبى منه وإيجا الله بكل محب اللي عارف يا آدم وينك أين أنت يا آدم أكلت من الشجرة التي قلت لك أن لا تأكل منها قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت فاختبأت لأني عريان ليش يا آدم يا حبيبي ليش هل أكلت من الشجرة التي قلت لك أن لا تأكل منها فقال له بدل ما يقول له نعم يا رب سمحني واعتذر منه لم يفعل هذا لكن وضع اللوم على المرأة والمرأة وضعت اللوم على الحية وهكذا طرق أطلع الفاصل بعد ما طلع الفاصل سأجيب أكمل إجابة على هذا السؤال والأسئلة العميقة الأخرى التي وصلتني من صديق المسلم فابقوا معي مرتين برحب فيكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب أضع هذه الحلقة تحت هذا العنوان صديق المسلم وأسئلته العميقة كنا نجيب على هذا السؤال أحبائي أنه بما أن آدم قد أخطأ فعلى آدم الاعتزار ولماذا يضحي الله بابنه وأليس بإمكان الله يعني أن يعني يسامح الجميع وخلص يعني غلطة والله غفور رحيم فلماذا التضحية وإذا كان الله مقيد نفسه بأن يضحي عن خطية آدم فيا ترى فهذا فكر عابث وليس لله وابتديت إجابتي على هذا السؤال بأن قلت أنه هناك للأسف الشديد عند أخي المسلم فهم خاطئ لطبيعة الله كنت أتكلم عن الله الله قدوس الله نور وليس فيه ظلمة البتة هو الذي يسكن هو نور وهو يسكن ساكن في نور لا يدن منه فهو مطلق القداسة مطلق الطهارة مطلق النقاوة مطلق الصح لا مجال للخطأ والعبث فعندما وجد إثم في إبليس في الملاك الذي كان قريبا منه طرح ما فيش يعني هوادة ما في أي مجال للمساومة أو المهادنة فالله يا حبائي الله قدوس 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 هكذا الملائكة أمام الله قائلين كل اليوم وطول النهار قدوس 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 فرأينا أنه عندما أخطأ الإنسان الخطيئة كانت ضد الله وضد طبيعة الله وكان لابد من عقاب لهذه الخطيئة وكان لابد من نتائج لدخول هذه الخطيئة فعندما أخطأ آدم كتعمالي بتكلم أنه آدم لم يعتزر لله الله أتى يبحث عن الإنسان الآن الإنسان أخطأ وعصى تشوهت صورة الله في ذهني أن الله أناني الله لا يريدكما أن تكونان مثله الله يريدكما أن تكونان مجرد تابعين بلا شخصية بلا إرادة مجرد يعني أنتم يعني من ضمن الخلائق وما في أي تميز فنجح الشيطان في كذبته الكبيرة عليهما وللأسف الشديد آدم وحوى أبونا وأمنا صدقاء الكذبة الكبيرة وهكذا ومنذ البداية شكك الشيطان في صدق أقوال الله أحقا قال الله وشكك أذهان آدم وحوى ذهني آدم وحوى بأن الله بطبيعة الله أن الله غير صالح وهكذا يا حبائي منذ فجر التكوين وإلى اليوم وإبليس يشكك في صدق أقوال الله ويشكك في طبيعة الله لقد شوه طبيعة الله في أذهان ملايين البشر وإلى اليوم إذن الجواب لهذا السؤال أقول لك بكل بساطة أخي الحبيب نعم الله إنسان الإنسان أخطأ في حق الله وكان المفروض أنه الإنسان يعتذر لكن سؤال هل عندما يعتذر الإنسان هل يعني خلص وصله حقه الله وصله حقه أعطيتني مثال وقلت لي أنه بمكان آخر أنه إذا سلبت فلوس وبعدين واحد راح سرق فلوس مبلغ من الفلوس وبعدين أمسك و أتوا به وأوقفوه أمام القاضي وبعد المحاكمة والمرافعة والأدلة والشهود والبراهين ثبتت إدانة هذا الشخص اللي سارق مثلا خزن من البنك سارق مئة ألف دولار سارق بيت سارق شي معين مهم ثبتت إدانته بيقف قدام القاضي حضرة القاضي حضرة المحلفين الشخص الذي أخطأته في حقه الحكومة أو الجهاز أو الشركة سامحوني ومع الشعيدة بيقولوله يلا حبيبي رح الله معك والله في قانون أنت كسرت القانون فعليك أن تدفع لقد كسرت القانون وعليك أن تدفع أخي المسلم الذي أحبك بكل إخلاص ومن كل قلبي وأصلي لأجلك عندما نكسر قانونا وضعيا وضعه الناس ما فيش يم مرحميني عندما نكسر قانونا علينا أن ندفع علينا أن نجني فنحن كسرنا القانون قانون وضعه الناس فكان بالحري الله وقانونه لا الله الله أخي هو مثل بدي استخدم العبارة اللي حضرتك قلت أنه أنه هل الله مقيد يقيد نفسه بمثل هذه الشروط الله مقيد بقانونه فكما أن الدولة مقيدة بقانونها ومش ممكن أنا عم بيحكي عن الدولة المحترمة الدول المحترمة قامت ونشأت بناء على القانون خليني إلك عبارة الحرية قالها أوس جينيس واحد مفكر مسيحي عالم مشهور ويستخدمونه ويستخدمون خبراته وقدراته العقلية والمنطقية لحباه بها الله لكي يكتب دساتير الأمم إلى اليوم معاصر اسمه أوس جينيس كتب قائلا الثورة يحصل عليها الحرية الحرية تحصل بالثورة وتضبط بالقانون وتستمر بالأخلاق فإذا دولة بدون قانون يعني غابة حكم للرعاع فعندما تقوم دولة متحضرة وتستمر فاتش دولة هتلاقي في قانون يضبطها القانون بيسرع على الكل حتى على الرئيس للأسف نحن عنا في بلادنا لا قانون ولا من يحزنون عشان هيك الحال يعني خربان والقانون وإذا في قانون لا يطبق للأسف الشديد طيب فماذا عن الله الله عنده قانون والله وضع قانون قال له يوم تأكل منها موتا تموت النفس التي تخطئ تموت هذا الله قال هالكلام يا عمي نحن عنا في بلادنا العربية الرجل في لبنان بنقول الرجال بتمسكوا من كلامه الرجل يمسك من كلامه فهذا الكلام ينطبق علينا أودكش ينطبق على الله الله قال معقولي كلام الله يزل الأرض معقولي الله اللي بقول لا تقتل لا تسرق لا تزني وبعدين أنا قتلته سرقته زناته غشيته سواته وعملته كل شيء وبعدين بقول له يا رب يلا سامحني وتوبة النصوحة ويلا خلص ويعني نبس على إيده ويلا كان الله يحب المحسنين يا أخي يا أخي أعمل عقلك أرجوك الله مقيد بقانونه لأنه هو اللي قاله والله يا أحبائي الكلمة التي تخرج من فمه لا تسقط إلى الأرض لأن الله ما فيك تفصل عن كلامه الله لا تفصله عن كلامه ما فيش مجال الله يا أحبائي المعلم في الكتاب المقدس هو قال فكان أمر فصار واللي بيقوله الله بده يصير فخلاص الموضوع بكل بساطة حبيبي أخي المسلم أقول لك أنه الله قال لا تقتل لا تسرق لا تزني إن فعلت هذه إذا أكلت من الشجرة ستموت يا آدم وهكذا وعندما تكسر قانون الله في ثمن يدفع والثمن خطية أجرة الخطية هي موت والموت أي انفصال أبدي عن الله إذن قداسة الله تقول أنا قدوس أنتم أخطأتم فبالتالي لأني قدوس فأنا عادل وعدالتي تقتضي تنفيذ حكم القانون فيكم أجرة الخطية موت انفصال أبدي يلا إلى جوهنم كلنا كلنا كان عقابنا الجحيم كلنا بدون استثناء مسيحي مسلم بلادين بوذي هندي كلنا كل البشر لأننا أخطأنا كان عقابنا الجحيم وكان عدلا حكمنا لكن هذا نص الحقيقة لأن الله صحيح قدوس لكن الله محبة الله محبة والله في محبته الله في محبته أتى إلينا في شخص المسيح والثمن اللي نحن كان المفروض ندفعه إلى أبد الآبدين في جهنم النار في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت في الجحيم الأبدي والعذاب الأبدي أتى المسيح وعلى الصليب في ثلاث ساعات الترك لما ترك من الله كإنسان ترك المسيح من الله كإنسان في ثلاث ساعات الظلمة كان هناك المسيح يذوق عذابات الجحيم لأبد الآبدين لكل الذين سيؤمنون به صلاة إنك تكون من هؤلاء الذين سيؤمنون تعال إلى المسيح كان المسيح يذوق هناك عذابات الجحيم فالله كان الله لأنه قدوس أجرة الخطية موت كان لازم نحن ندفع لكن الله في محبته أرسل ابنه الله لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فالله في محبته لكن حبه العجيب لم يشأ هلاكنا فجاء من أعلى سماه كي يصلب في أرضنا فصلب المسيح وأخذ العقاب عننا تحمل العقاب عننا وهكذا لما قام أثبت المسيح أنه هو الله وكان بقيامته يذبع أن الله قبل كفارته قبل الثمن الذي قدمه على الصليب كاملا قال المسيح قد أكمل قبل أن يزل معه الصليب وهكذا الله الآن راض مكتفن ممجد لأن المسيح دفع ثمن الخطية اللي كان مفروض نحن ندفعه لكن هلأ لما بتجي أخي المسلم بتجي بتقول له يا رب سامحني وبتجي محتمي في صليب المسيح الله حيقبلك ليش حيقبل توبتك واعتذارك وانكسارك ليش لأنك أنت محتمي بالشخص اللي دفع الثمن فأنت تقف الآن أمام العدالة الإلهية تقول له نعم يا رب أنا أخطأت نعم يا رب أنا أخطأت وعوشت المستقيم عملت السبع وذمتها لكن أشكرك لك في نعمتك ومحبتك دبرت لي هذا المخلص العظيم المسيح الذي حمل هو نفسه خطيان في جسده على الخشبة يا أبتي يقول له هيك يقول له يا أبي الله أبوك صدقني الله بيصير بيك الله يصير أباك يقول له يا أبتي أشكرك أشكرك أنك في صليب المسيح جعلت الذي لم يعرف خطية المسيح لم يعرف خطية قدوس البار جعلته خطية لأجلي لأصير أنا بر الله فيك أي أتبرر وأصير في المسيح حابب أقول له أن الخطوط مفتوحة أحبائي عزائي المشاهدين وأنا عمالي بكمل الإجابة على هذه الأسئلة الرائعة من صديقي المسلم الخطوط مفتوحة حابب أسمع من صديقي أنا بعتل له اسمه أحمد أحمد شحاتة ياريت يا أخ أحمد ياريت إذا عندك أي سؤال تتصل فيه أو يعني إذا تعليق أو شي أنا حابب أسمع منك فالخطوط مفتوحة وحابب أسمع منكم أعزائي المشاهدين فيك تتصل على الفايبر فيك تتصل على الإيميل أو شي فكله طالع عندك على الشاشة حروح لأول سؤال رائع جدا بيقول هل الله تجسد وآتى بنفسه إلى هذا العالم أم أنه أرسل ابنه الوحيد سؤال زكي لكن ديغري بيقول هل تدرك أنا عارف حقا أنك تقبل كلتان حالتين معا لكنك يجب أن تدقق قليلا فيهما لتعلم أنك تؤمن بالمتناقضات أصده هو اللي تجسد وإجا للعالم الله ولا ابنه هو اللي تجسد وإجا للعالم الله ولا ابنه وبعدين هحط معه سؤال تاني بهذا الخصوص بيقول إذا كان المسيح مولود من الآب صح حط السؤال الأول مع السؤال السابع إذا كان المسيح مولود من الآب أزلا فهما في القدم واحد ولم يأتي أحدهما من الآخر فهما غير حادثين وهما حتما متكافئان وإذا كانا متكافئين في القدرة لأنهما غير حادثين فأي فضل للأب على الابن سؤال كثير رائع وكيف تستقيم عقيدة الأبو والبنوة في هذه الحالة سؤال جميل جدا ألم يقل يحنى أن الآب أرسل الابن إلى العالم مضبوط إذن الآب المرسل غير الابن الرسول سؤالين حلوين من أخونا الحبيب أحمد اللي بعث لنا إياهم واللي جابوا من الإنترنت وحط لنا إياهم فأنا بكل سرور أجيب على هذه الأسئلة صديقي المسلم أولا أقول عبارة أن المسيح هو ابن الله مولود من الآب قبل كل الدهور عبارة ليست من الكتاب المقدس عبارة متضمنة في قانون الإيمان الذي خرج به المجمع في سنة 325 مجمع نيقية أول مجمع مسيحي على صعيد عالمي غير مجمع أورشليم بأعمال 15 هذا المجمع العام الشامل الذي أتى فيه قصص ورعاة وأساقف ومعلمين ومبشرين أتوا من كل أنحاء العالم إلى نيقية في روما واجتمعوا هناك فترة طويلة لكي يقرروا أمورا كثيرة قانونية الأسفار الكتاب المقدس خاصة عهد الجديد ويضعوا قانون قانون الإيمان ضد بدعة آريوس التي ظهرت في ذلك الوقت والتي كانت تقول أن المسيح مجرد إنسان لم يكن المسيح هو الله فمسألة أنه الهجوم على لاهوت المسيح مسألة قديمة حتى قبل المجيء المسلمين والإسلام فوضعوا في هذا القانون قانون الإيمان عبارة أن المسيح هو ابن الله مولود من الآب قبل كل الدهور فهني كانوا يحاولوا أنه يعني يثير يشدد على حقيقة لهوت المسيح فحطوا هذه العبارة لكن كل احترام ومين أنا أمام هؤلاء العظام الذين وضعوا هذا الكلام إذا بتفكر بموضوع القانون الإيمان كله رائع جدا لكن من أنا أمامهم لكن أقول بكل احترام لهؤلاء المعلمين والكبار والأفاضل أقول لكم يعني أنتم وضعتم شيئا من عندكم قصدتم به خيرا لكن للأسف انقلب على المسيحية انقلب ضد المسيحية وليس من الحقيقة بشيء دعوني أقول هذا لا يا حبائي ما في محل بالكتاب المقدس بيقلي أنه الإبن مولود من الآب قبل كل الدهور ما فيه أبدا وإلا وإلا مثل ما استنتج الأخ الحبيب هون أو أخوتنا المسلمين اللي عمالي بيقروا هالكلام الكلام اللي ما قاله علاء بالكتاب المقدس هذا في قانون الإيمان وضعوه الناس أوكي هذه العبارة أن الإبن مولود من الآب قبل كل الدهور معناته أنه حتى لو قبل كل الدهور وهو مولود من الآب يعني في مرحلة معينة حتى لو كانت هناك في الأزر الصحيق أنه الإبن لم يكن له وجود وهذا كفر وهذا يهين ويطعن في لهوت المسيح أنا حابب أسمع من إخوة المسيحيين وحابب إخوة المسيحيين يفتحوا أذهانهم وما نردد كلام يا أحبائي بس مجرد لأنه تسلمناه لا دعونا دعونا أرجوكم أتكلم لإخوة المسيحيين بكل الحب مثل ما أتكلم لأخوة المسلمين نتكلم لكم بكل الحب أعملوا عقولكم أرجوكم وما نردد كلام محفوظ خلونا نفكر فيما نردده خلونا نعيد نعيد يا أحبائي اقتناعنا العميق بحسب كلمة الله لما آمنا به منذ نعومة أظافرنا دعونا نقيس كل شيء تعلمناه على ضوء الكتاب المقدس مش فلان آن والأب فلان آن والأب الفلان آن مع كل احترام من كل هذه الأسماء والمسميات والمراكز لكن يا أحبائي كلمة الله فوق الكل على شوف شو بيقول الله نفسه الله المرنم بيقول له أحمدك عم بيقول له أحمدك يا رب أنت ليش عم تحمد الله قال له أحمدك من كل قلبي أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك ليش؟ ليش هالتسبيح والتحميد والتعظيم الكثير ليش؟ لأنك قد عظمت كلمتك واسمك على كل شيء بالأصل العبري مزمور 138 داود بل له أحمدك لأنك قد عظمت كلمتك واسمك على كل شيء فإذن أحبائي أنا أتبع الكتاب المقدس لا أتبع أقوال الناس كائنا من كان هؤلاء الناس مع كل احترامي لهم عبارة أن الإبن مولود من الآب قبل كل الدهور خطأ تطعن في لهوت المسيح وفي وجود المسيح الأزلي وخلينا أعطيك بس أي وحدة تثبت وتنفي هذا الكلام أي وحدة فقط يحنى واحد واحد وأنت حافظه وخي المسلم كمان سر سمعه كتير اسمع شو بيقول في البدء في البدء الذي لا بدء له هناك في الأزل هناك في الأزل الذي لا بداية له كان الكلمة والكلمة بيقول ليش إجا من عند الله مولود من عند الله والكلمة كان مع الله وبعدين بيقول وكان الكلمة الله وهنا نرى أحبائي تميز الأقانيم هذا اللي أحكي عنه بعد شوية فإذن أريد أن أؤكد هذه الحقيقة أن الإبن أقنوم الإبن موجود مع أقنوم الآب مع أقنوم الروح القدس في جوهر واحد هناك في الأزل الصحيق قبل أن يوجد أي شيء في البدء الذي لا بدء له هناك في الأزل الصحيق الذي لا بداية له كان الله كان الله المثلث الأقانيم الآب والإبن والروح القدس كان الله الواحد بأقانيمه الثلاثة كان هناك في الأزل الصحيق برجع لسؤال صديقي اللي سأل وقال هذا السؤال فبيقول إذن جبنا الإجابة على على السؤال السابع من أسئلتك أخي أحمد جحاتة فلأنه أنت بنيت سؤالك على للأسف على كلام وضعوه البشر فأنا هذا لغيته أنا بدي الكلام من الكتاب المقدس لكن أجيب على سؤالك الحلو هل الله تجسد وأتى بنفسي إلى العالم أم الإبن أم أنه أرسل ابنه الوحيد مرة تانية أخي خليني أقول لك قبل كل شي نحن نفهم عن الله ما أعلنه لنا بذاته اللي أعلن الله بنفهمه الله في عنا نقدر نعرف الله من خلال الاستنتاج ومن خلال الفرضية ومن خلال ما أعلنه الله عن ذاته الاستنتاج لما بطلع للكون وبشوف الكون كله عزيزي المشاهد أخي أختي عندما أرى السماوات وعمل يدي الله عندما أرى الأرض وكيف صورها الله وكيف خلق الله وكيف مدها وبسطها وكيف رفع السماوات كيف يعلق الأرض على لا شي كيف كون كل هذه الأمور الرائعة كيف أنه الكون كله مكون من العناصر الأربعة الماء والهواء والنار والتراب مع أنه هذه العناصر الأربعة متضادة في بعضها يعني الماء تطفئ النار والهواء يعني يطفئ والهواء والماء لا يمتزجان وبعدين للتراب يعني أربع مكونات تكون الكون كله لكن مين العنصر اليوم في بحث اسمه على العنصر الخامس شو العنصر الخامس؟ ما الذي يجمع ويضع هذه العناصر الأربعة معاً ويستخدمها هذا الاستخدام العظيم الرائع الذي نرى فيه من خلاله كل هذا الوجود؟ السؤال العنصر الخامس هو وجود الله الله قال عنه الرسول بولوس عبارة رائعة بكلوسي 1-18 فيه المسيح يقوم كل شيء وفيه يقوم الكل يعني كل شيء الله الذي خلق وحافظ لكل الأشياء بكلمة قدرته هذا كنوم الإبن البسيحة فإذن أنت يعني عم بتحاول أنك تصل إلى فكرة من هو الله بعقلك فالاستنتاج بيقل لي الله واحد وموجود وخلق لكن نحن عنا مشكلة هون وحدانية الله المشكلة عند أخي المسلم بيقل لي أنه الله واحد أحد كفوا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنا بدي عالج مسألة أن الله واحد أحد هل الله وحدانية ومطلقة؟ طب يا أخي هوني بنجي لعلم الافتراض فعلم الاستنتاج بيقلي أنه الله موجود رائع فكنا على نفس الكريتيري على نفس الليفل أنه متفقين مع بعض أنه عندما ننظر إلى خليقة الله نقول أنه لابد أن هناك خالق خلق فأبدع لابد أن هناك مصمم عظيم لكل هذا التصميم الرائع فنحن متفقين على حقيقة وجود الله لكن الأمر المختلفين عليه واللي حضرتك أخي المسلم تؤمن به أنه الله وحدانية وحدانية مطلقة خليني أجي إلى علم الافتراض واللي بيقول كيفية معرفة الله من خلال علم الافتراض افترض يا أخي أنه الله موجود لكن هذا الله واحد مطلق ووحدانية مطلقة تعال إلى أرض الواقع إلى خليقة الله فتش دور لا تجد شيئا اسمه وحدانية مطلقة أبدا يعني حتى أصغر شيء أصغر شيء نقطة حتى النقطة النقطة ما في شيء اسمه نقطة وحدانية مطلقة النقطة لابد أن يكون لها طرفين حتى النقطة لها طرفين طيب في عندي اتصال وبعدين بكمل إجابتي في هذا السؤال عن وحدانية الجامعة وحدانية الله الجامعة الكثرة في وحدة والوحدة في كثرة في الإيمان المسيحي عندي اتصال من الأخ يحنى أهلا وسهلا أخ يحنى هلو مرحبا أخونا المبارك إسماعيل السلام المسيح معك ونشكرك جدا على هذه الحلقة العظيمة والمفيدة جدا أهلا يا أخي يحنى ربي باركك تفضل الله يبارك عزيزي إسماعيل المبارك أنه مع الأسبة لحب المسلمين لم يستطيعوا أن يدركوا أو يصوروا أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد وحتى أنه هو يعني كلمة الله وروحه اللي ألقاه إلى العظيم هذه أيضا آية موجودة في الغرآن أنه هو كلمة الله وروحه هو الله الكلمة هو الله لأنه جاء في إنجيل حمد بشير الصحاح الأول والأعداد واحد واثنين ثلاثة أربعة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة هو الله وفي العبد الثنين هذا كان في البدء عند الله والثلاثة به تكون كل شيء وبغيره لم يتكون أي شيء مما تكون وأربعة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور والنور يضيء في الظلام والظلام لم يدرك النور هذه الآيات تثبت أن المسيح وكلمة الله وروحه وإنه هو الله الذي ظهر في الجسد وهم يكفرون الأحب المسلمين مع ذلك الشديق أنتم كفروا تقولون أنه يعني أن الله يعني أن تعبجون الله ثلاثي الله وروحه القدس والله العفو والإبن المرحوظ وإنما نحن لا نعبد ثلاثة آلها نحن نعبد إله واحد هو الرب يسوع المسيح هو الله الظهر في الجسد فهذه هي الأبكار الخاصة يا ري ترجعون إلى الكتاب المقدس ويقرون ما جاء في السفر المزاميس حيث جاء فيه الكلمة ترين الطريق الذي نسلوك فيه بأنه صباج لرجلي ونور لسبيلي أمين يعني ما أعرف ليش هم ينعتون بالكفرة بينما أنه نعبد إله واحد ذات ثلاثة أقاريم هو إله واحد نؤمن بإله واحد الآن بضابطة كل هذه في صباتنا اللبائية كل يوم أمين أنا بشكة كتير سيد يوحنى كلام رائع جدا وصلاتي أن أخوتي المسلمين بيكونوا عميري بيسمعون طيب الخطوط مفتوحة حابب أكدوا حابب أسمع من إخوتي المسلمين شو رأيون على الكلام اللي عمالي بن أدمه والأجوبة التي نقدمها أنا حابب أسمع منكم أحبائي المسلمين برجع للإيجابة للسؤال أنه أنت عمالي بتقلي مين اللي إجا مين اللي تجسد الله والله ابنه هل الله الذي ظهر في الجسد والله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم هذا يدل إن كان يدل على شيء أخي وأختي أخي المسلم أنك أسائد فهم طبيعة الله الله الذي أعلن عن ذاته مش نحن اللي عملنا الله يعني عملناه إنه هو واحد والله ثلاثة لا أولا فكرة إنه نحن نعبد ثلاثة آلهة مثل ما قال أخي يحنى هذا كفر فنحن لا نعبد ثلاثة آلهة أبدا نحن نعبد إله واحد الله جوهره واحد لكن هو واحد في الجوهر لكن جامع في تعيونه شو تعيونه يعني كلمة أقنوم هو واحد في الجوهر الله واحد نحن مش عم نقول الله ثلاثة أبدا لأنه إذا عم نعبد ثلاثة آلهة بصدرنا نحن مشركين بصدرنا نحن يعني مثل الذين كانوا يعبدون الأوثان وهكذا والذين يشركون في وجود الله لكن لا يا أخي نحن أنه وحدون ونحن موحدون من قبل ما يجي الإسلام بمئات آلاف السنين الكتاب المقدس كتب موسى رجل الله ألف وخمسمائة سنة قبل المسيح ألفين ومئة سنة قبل مجيء الإسلام اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد انتهى الموضوع أنا في أمرين يعني مش بحاجة أن أصرف الوقت الكثير في أن أثبتهما لأي شخص لا لنفسي ولا لأي شخص حقيقة وجود الله ووحدانية الله هؤلاء لا بدون كتاب ولا بدون رسالة ولا بدون دين ولا بدون نبي ولا بدون شي هؤلاء يعني كامن سنس المسلم به المنطق السليم بيقول يا حمي هذا الكون لابد أن يكون هناك خالق خلق فأبدع ومصمم صمم هذا التصميم البديع فحقيقة وجود الله ما بدا يعني كثير من الجهد لحتى نثبتها كمان أنه الله واحد مش معقولي يعني الإله فكرة الإله لا تقبل الشراكة لا تقبل الشراكة أبدا لأنه إذا فيه أكثر من إله طيب هذا الإله مين اللي خلقه طب واللي خلقه مين اللي خلقه واللي خلقه مين اللي خلقه طب وعندما متى ينتهي هذا ليبتدئ ذاك وهكذا سنسلة من ال الايثيزم مش الايثيزم عفوا الباليثيزم يعني يعني تعدد الآلهة الموجودة عند اليونان وموجودة عند الشعوب القديمة وإلى اليوم للأسف الشديد في شعوب كثيرة اليوم يعبدون آلهة كثيرة لكنها ضد المنطق لكن فكرة الإله تحتم وجود إله واحد فقط هو الخالق هو الواجب الوجود هو الكلي القدرة هو الكلي العلم هو الحكيم وحده فلابد من هذا هو المتواجد في كل زمان وفي كل مكان في ذات آن هو الذي يقول مخبرا منذ البدء بالأخير قائلا رأيي يقوم وأعمل كل ما سرتي هذا هو الله هذا الله الواحد لكن قبل ما تستكمل في هذا الحديث الرائع خليني اطلع على الفاصل وسأستكمل هذه الحلقة بعد هذا الفاصل فابقوا معي مرتين عزيزي المشاهدين برحب فيكم في هذه الحلقة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب موضوعي أضعه تحت هذا العنوان صديقي المسلم وأسئلته العميقة وكنت أجيب عن السؤال الرائع هل الله الذي تجسد وأتى بنفسه إلى هذا العالم أم أنه أرسل ابنه الوحيد كنت عمالي أجيب على هذا السؤال لكن في عندي اتصال وصلاة أن يكون أحمد اللي بعث للأسئلة أهلا سيد أحمد تفضل هو في النفس هو هذا الموضوع الحقيقي اللي بين الأديان توحيد الله تفضل لكن هل تنصفني يعني تكون دقيقة إليك ودقيقة إلي يعني نقدر يكون حوار خلينا نشوف تفضل جيد شوف أستاذنا الكريم إحنا ما نشك على الإطلاق إنه كل مسيحي يريد الله ويعبد الله ويخضع لله ويرضي الله في ظنيره في عبادته في وجدانه هاي ما نشك فيها يعني حلو وهذه كلمة نكفركم ترى هاي ما موجودة بيها معاني كبيرة استفهامية مو يقينية يعني أنت كافر لا 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 ما عدنا عرفت حبيبي يجوز هذول اللي تتكلمون وياهم ما فاهمين الإسلام فهذول مش خط عليهم بالقلم لكن الإشكال وين يا أستاذي أولا أنت عندك الأب والابن وروح القدس أول سؤال يأتي من الخالق الخالق الأب للابن وروح القدس أما هو الأب والابن وروح القدس في بطاقة واحدة جيد إذا في بطاقة واحدة هل هو والابن وروح القدس ينفصلوا في ثانية يعني ممكن أن ينفصل واحد عن الثاني هؤلاء الثلاثة الأقانيم الثلاثة طبعا لا ما ممكن لما نتقول ما ممكن هنا راح تكون الطامة الكبرى اللي ما يقدر يحلها المسيح للأسف يعني الأب والابن وروح القدس صلبوا العظمة الإلهية راحت الأب والابن وروح القدس دفن ثلاثتهم لأن من ما يفترقون حلو حلو طيب الأب والابن وروح القدس كانوا في رحمة امرأة حلو جيد مريم سلام الله عليها هذه الإشكالات ما تقدرون تطلعون منها إلا أن تقول إن الله نعم بعث الجسد أي قال كن الكلمة إرادة الله أراد أن يقول لهم هذا النموذج الذي يجب أن تتبعوه في عبادته في تسليمه رفت الروح ما تقدر تقول إن الله روح لأن بالنتيجة الروح مركبة جيد لسه أهم تتعجب شون شوف هذا الماء الماء مرة يكون سلج ومرة يكون بخار ما تشوفه طيب سيد أحمد أنت تليدي أصاره ثلاث دقائق أنا قدامي التايمر ثلاث دقائق طيب سؤال رائع جدا وحضل معي على الخط بس إذا أجاني تصل أول شي بشكرك إنك أنت ما بتكفرني لكن الكتاب يعني القرآن بيقول لك تكفر الذين قالوا أن المسيح هو الله فعفوا خليك معي لكي ترفع هذه الإشكالات رجاء طيب بس أنا أنا ما لي فيها حط عشان بسواء أنت بتفهم موضوع التكفير إنه أنا إنسان كافر غير مؤمن يعني مشرك بإيمان الإسلام مش مشكل ما معنديش مشكل عم بتقول من الخالق عم بتقول لي الخالق هل هو الآب ولا الإبن ولا الروح القدس ولا تلاتتهم في بطاقة واحدة أخي أحمد وإخوة المسلمين مثل ما كنت عم بحكي قبل شوي كنت عم بقول نحن نؤمن بإله واحد 2100 سنة قبل مجيء الإسلام موسى نبي الله كتب وقال بالروح القدس اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد من بدء من قبل ما يكتب هيك كمان كتب في البدء كان في البدء خلق الله السماوات والأرض أول آية في الكتاب المقدس تقول في البدء الذي في البدء خلق بالعبري لأنه العهد القديم كتب بالعبري خلق برا برا بالمفرد الله جاي كلمة إلهيم بالجمع وبالعبري ما في تعظيم لغة التعظيم أنه هذه للتعظيم كلا خلق بالمفرد إلهيم بالجمع السماوات والأرض فعمالي بيفرجيني من بداية سفر التكوين من بداية الكتاب المقدس أن هناك وحدة في كثرة وكثرة في وحدة نحن نؤمن بإله واحد إله واحد هذا الإله الواحد جوهر واحد لكن هو واحد في جوهره لكنه جامع في تعيونه أو في أقانيمه اللي هن الآب والابن والروح القدس فعندما تجسد الله عندما تجسد الله في أحشاء المطوبة العذراء مريم اللي حضرتك عمالي بتقول لأنه هؤلاء التعينات الثلاثة لا ينفصلون هم أخي متحدين دون امتزاج وهم متميزين دون انفصال فيه انتحاد لكن ما فيه ممزوجين ببعض هني متحدين مع بعض بس مش ممتزجين بقدر شوف الآب والابن والروح القدس هم متميزين مضبوط لكن دون انفصال ولا قدر شعر واحدة منذ الأزل وإلى الأبد فالله الواحد لأنه هم واحد في الجوهر الله واحد في الجوهر لكن جامع في تعيونه جامع في أقانيمه والأقانيم هي هذه تعينات اللهود الأقانيم الثلاثة هم الله ما فيه شيء للآب ما فيه شيء للإبن ما فيه شيء للروح القدس لأنه يعني معاش في الله الله الذي نعبده والمعلم في الكتاب المقدس هو إله واحد له ثلاث تعينات جوهر واحد له ثلاث تعينات عندما حدث التجسد خليك معي خي أحمد أرجوك الله الذي هو واحد في جوهره وثلاث في تعيناته عندما اتحد اتحد خاصة اقنوم الابن الذي هو الله الابن الذي هو الله اتحد هذا الله بالإنسان على أنه هذا الله لم ينقص ليصير إنسانا والإنسان لم يزد ليصير إلها ظل الله الله وظل الإنسان إنسان في اتحاد عجيب في شخص الرب يسوع المسيح لما مات المسيح على الصديب الذي مات الله لا يموت الله له وحده عدم الموت لكن طبيعتي المسيح المتحدتين معه في شخصه الذي مات يسوع الإنسان على أنه لما مات المسيح ظل اللهوت متحدا اللهوت متحد كل الوقت الآب والابن والروح القدس ثلاثة تعينات متحدين في الجوهر ما فيك تفصولا أبدا لكن هذا الله المتحد في ذاته في أقانيمه والذي ذاته واحدة اللي هي جوهر الله عندما اتحد بشخص المسيح الإنسان عندما مات المسيح ظل اللهوت متحدا بجسد المسيح حتى عندما وضع في الكبر وظل متحدا بنفس الإنسان روح المسيح الإنسانية التي مضت لتكون في الفردوس في يد الله يا أبتا في يديك أستودع روحي وفي اليوم الثالث اللهوت المتحد بالنفس الإنسانية نفس المسيح روح المسيح الإنسانية التي في يد الآب وجسد المسيح الذي في القبر أقام هذا اللهوت المتحد بالروح والجسد أقام الجسد في اليوم الثالث مثبتا أن المسيح هو الله ومثبتا أن كفارة المسيح التي قدمها على الصليب قد قبلها الله الله المعلن هو يعلن قال الكتاب المقدس عن الله وبالإجماع عظيم هو سر الطقوى الله ظهر في الجسد لماذا صنع الله هكذا لماذا الله تجسد ولماذا الله أتى لكي يموت لأجلك يا أخ أحمد لأن أجرة الخطية موت والموت هو انفصال أبدي عن الله لكي يدفع أجرة خطيانا من حبه الشديد لنا وقام مثبتا أنه هو الله وأن كفارته قد قبلت حابب اسمع منك أشكرك طبعا أنا من خصالي أقول أنه القاضي موآني ولا أنت المشاهد العزيز اللي يبحث عن الحق هو الحاكم لأنه بالنتيجة احنا كل واحد يريد يبين رأيه لا أكثر ولا أقل شوف أستاذنا الكريم أنت الآن جعلت الأب والابن وروح القدس أكدت كلامي أنه يصلب وهم ثلاثة هو الله غير قابل للصلب على الإطلاق لكن الذي يصلب هو إنسان كامل وهو نبي من عند الله معقول الآن لو أسئلك طبعا الأسئلة المشاهدين رح يشوفون أنه أكو أجوبين له لا وأنا أقدر فلسفتك للموضوع يعني هذا اللي قدمت ربي عليه طبعا أقدر وأحترم لأننا عدي المؤمن أفضل من الغير مؤمن يعني هو يسعى للتوحيد جيد وهذا دفاعك كله عن التوحيد صح له لا وهذا شيء جيد لكن الآن إذا أرد أسئلك سؤال بسيط أقول لك الآن التعدد الأب والابن وروح القدس لأن أنا أجي أقول لا يا أخوان الأبن وروح القدس والأب لأنه مما واحد شو المانع أقول إنه التدقل هو واحد مثلث صح له لا كلهم رأس هنا المشكلة رح تصير إنه ليس هناك خالق لأن التدقل ابن الابن يسبقه الأب لكن إنت ماذا تتفضل تقول نعم الأب هو الذي خلق الروح وهو الذي خلق الجسد خلق الإنسان لكن في نفس الكتاب المقدس إن أبان الذي في السماء شوف إن أبان الذي في السماء أبي الذي في السماء هو أعظم مني نعم هذا جدا رائع أولا أعطيت القدرة اللامتناهية لله أن يكون له عابدا كما أراد يعني متى الإنسان يكون إثنين متى لما يصير إتا عندك إرادة وإنسان ثاني يكون أدي إرادة صح له لا ولكن عندما يكون هناك عبد لله يكون مع الله في كل شيء هنا تقول هذا ذائب في الله هذا متقن هذا حبيبه هو الله فقط هذا هنا الذي جسده إبراهيم عليه السلام أنت تقول قبل الإسلام أنا أقول لك قبل عيسى وموسى جيد كل الأنبياء وحد الله تبارك وتعالى جيد فهو هذا الموضوع الأساسي الذي إن شاء الله تنحل هو الله واحد قادر على كل شيء فإحنا المسلمين عندما نقول إن الله واحد أحد لأنه حبيبي ماكو شيء يقدر يتحمل وجود الله لأنه لا يتقلص بإنسان فيظهر كإنسان وجوده جدا عظيم أعظم مما أتصوره مهما أذهب أكون أنا ناقص للمعنى التكميلي لعظمة الله إحنا المسلمين هذا الذي نقوله حبيبي وإنت هم تريد توصل إلى هذاك الشيء فهذا الذي بيننا ولكن أنا عدي عتب أخوي أدكم بعض البرامج يا أستاذنا الكريم طب أبل ما تروح للعتب خليني من شام ما تروح الأفكار بعدين بخليك تعتب أولا أخي الحبيب أحمد أنا ما أكدت أبدا أنه الثالث صلب أبدا ما حدا فيك ترجع تسمع البرنامج حبيبي والمشاهدين مثل محضرتك قلت أني الحكم أنا ما قلت أنه الثالث صلب أنه الله صلب أنا لم أقل هذا أنا قلت المسيح الذي صلب يسوع الإنسان هو الذي مات لكن أنا العمالي بقوله أنه المسيح له طبيعتان لا نقدر أن ننكر هذا الكلام فالمسيح أكد أكد بالدليل والبرهان أنه إنسان وأنه إله إنسان مات الإنسان يمود وأكد أنه إله عندما أقام نفسه وقال لليهود في يوحنى 2 انقضوا هذا الجسد وفي ثلاث أيام وقيمه بعدين بقول الكتاب هلأ اليهود ما فهمه ظنوا أنه يتكلم عن هيكل سليمان هيكل الذي بني بعدين هيكل هيروجس الذي بناه هيروجس قالوا لهذا في 46 سنة بني فلعلك يعني تبنيه في ثلاث أيام لم يفهموا أما تلاميذه ففهموا بعدما قام من الأموات أنه قال عن هيكل جسده فالمسيح قال أنه إنسان لكنه قال أنه هو الله قال في يوحنى 14 عدد واحد قال لهم لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به لو أنا بإلك الكلام يا أستاذ أحمد أنت تؤمن بالله أتؤمن بالله يا أستاذ أحمد طبعا لا أقسمه ولا أجزئه ولا أركبه ولا جعله محتاجا سؤال بسيط أتؤمن بالله سؤال بسيط أستاذ أحمد أتؤمن بالله قلت لك لكن لا أؤمن أنه محتاجي لروح القدس أو الإبن عال أنا عم بسألك أتؤمن بالله بس مش عم بإلك روح قدس لا أؤمن بغيره لا أتؤمن بغيره إذن آمن بي نعم إذن آمن بي أنا ما آمن بي أنا ما أقول ابن وروح القدس ما فهمت أستاذ أحمد أستاذ أحمد أنا أنسى موضوع الثلوث والتجسد حطه على جانب أنا عم بسألك سؤال بسيط أتؤمن بالله نعم تؤمن إذن أؤمن كيف لا أؤمن إذن آمن بي آمن بي أنا شو بتفهم يعني إنت تفكرني أنا آمن بي وإنت ما تؤمن بي ليش لا لا أنت مش عم تفهم سؤال ليش وأنت ثلاثة عم بإنك يا أستاذ أحمد أنت تؤمن بالله مظبوط ولا لا نعم إذن آمن بي أنا شو فهمت أنت عد ما تؤمن به وأنا أؤمن به مش عم جدا صحيح وهذا المطلوب لكن أنا غير أنت أنت ركبته وجزعته أنا لا أركبه ولا أجزئه أجعله خالق لكل شيء أنا أعمالي بإنك أستاذ أحمد إذا كنت تؤمن بالله إذن آمن بي يعني أعمالي بإنك أنه أنا الله هل تؤمن بهذا الكلام لا لأنه التناقص حلو 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 هيا عندي كتاب مليان طويل عريض وين موجودي والله تريد أن أطلع لك يعني أنا مو طيب مش مشكلة أنا سأطلع لك ياها موجودي بإنجيل يوحنى 14 عدد 28 سمعتم بس يا أخي أنت ما سمعت الحلقة من البداية أنا أجابت على هذا السؤال من البداية أنت ما سمعتها أخي المسلم الحبيب أنت تقططع آية من نصها وتقططع كلمة من آية اسمع معي الله يخليك سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم كان يتكلم على الصليب أذهب ثم آتي إليكم في القيامة لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني هذا يوحنى 14 يوحنى 14 بدايته لا تضطر بقلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي فآمنوا بي آمنوا بي لأنه هو اللي وصلنا إلى الله صح لا هو الله أنت تؤمن بالله فآمن بي الحمد لله كان الله شوف أكد المسيح يوحنى 14 عدد 9 عم يحكي لهم عن الآب بيقول لهم أنا هو الطريق والحق والحياة ما حدا جرء أن يقول هذا الكلام عن نفسه مش نبي ولا رسول ما في نبي ولا رسول أنا قال عن نفسي أنا هو الطريق أنا هو الحق الحياة ما حدا إلا المسيح ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه واحد من تلاميذ المسيح الحواريين اسمه فيليبوس قال له فيليبوس يا بس قبل ما يقول له لو كنتم قد عرفتموني على حقيقتي لعرفتم أبي أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه قال له فيليبوس يا سيد أرنا الآب وكفانا مثل ما حاضرتك عم بتقول المسيح منفصل عن الآب والمسيح رسول والآب هو الله أرنا الآب وكفانا هيك فهم فيليبوس اسمع رد المسيح قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبوس الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيه كمل الكلام أخي الحبيب لما قال المسيح أبي أعظم مني كإنسان نعم الآب أعظم من المسيح الإنسان لأنه هو الذي كون الجنين في أحشاء المطوبة العذراء مريم كنت عم بحكي في بداية الحلقة وبقول لما تجسد المسيح قال الملاك جبرايل لمطوبة العذراء مريم قال لها يا مريم الروح القدس روح الله يحل عليك وهون ما في عنا نحن ترتيب في الأقانيم الآب والابن والروح القدس يعني فيه ترتيب هرمي كلا الروح القدس بيجي بالأول الابن بيجي بالأول الاب يجي بالأول فيش مشكل قال لها الروح القدس يحل عليك ينصب خيمته حولك قوة العلي الله الآب تظللك من الداخل لذلك القدوس المولود منك ابن الله يدعى ابن الله فهذا من أمر أول أمر المسيح هو الذي صلب مش الله المسيح هو الذي مات مش الله عم بتقل لي هذا بكلام أنت متربع له لا يا أخي أنا كنت مسلم مثلك أخي الحبيب أنا صاري 25 سنة مع المسيح والحلقة القادمة بنعمة الله سوف أتكلم عن هذا الكلام كيف أظهر لي المسيح ذاته كيف عرفني على شخصه بليس تابعنا في الحلقة القادمة لكن عمالي بتقل لي أنه بعطيك كلمة أخيرة قبل أن ننهي الحلقة تفضل سيد أحمد شوف أستاذنا أنا أدري كل هاي المحاولات اللي تتفضل بها وترنمها وتتكلم بها بلا شك التطريب تصل إلى الله أنا ما أشك بهذا لكن الإشكال بقى نفسه شوف الأب بدون روح القدس والابن مو كامل ما تقدر تقول لي كامل جيد والأب خلق الروح القدس والابن ما تقدر تقول به تقول واحد جين لمن ما يفترقونه هم واحد خبها أيو إلهني يصلب طب ما أنا شوابت عليها يا أخ أخ يمكن مش عم تسمعني أخ أحمد عفوا عفوا أنت مش عم تسمعني تنهك الله لا يصلب لكن المسيح لما كان على الصليب ما يفترقون الأب والابن وروح القدس المسيح 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 لما كان على الصليب شأكيد كان اللهوت متحد به نعم لكن اللي تألم واللي مات هو يسوع الإنسان وما يؤكد واللي خلى المسيح يتحمل يتحمل عذابات الجحيم ويضى الله القدوس لما ضربوا الله القدوس كونه أنه هو اللهوت كونه أنه هو الله وإلا ما كان ما كان تحمل المسيح أسألك سؤال أنت عم تسألني أنا أسألك سؤال وحنختم بهذا السؤال أنت تقول أن الله واحد أحد لا فئاب ولا ابن ولا روح قدس سؤالي لك الله الواحد الأحد بحسب المفهوم الإسلامي والإعلان الإسلامي قبل أن يخلق الله أي شيء ركز معي سيد أحمد أنت زكي ركز معي أرجوك الله قبل أن يخلق أي شيء قبل أن يخلق الأرض والسماوات والإنسان والملائكة فالله أزلي سرمدي هو أزلي أبدي هو موجود قبل كل شيء هو علت كل شيء لما كان الله الواحد الأحد ذو الوحدانية المطلقة هناك في الأزل الصحيق وحده علما أنه هو المحب هو المريد هو السميع هو المجيب يا ترى هناك في الأزل الصحيق قبل أن يخلق أي شيء من كان يحب من كان يريد لمن كان يسمع ولمن كان يجيب تفضل سارك وتعالى عندما نريد نصوره في عقلنا البسيط شون نصوره نصوره أنه هذا الكون عرفت أو الله مع ما هذا محدوديتنا إحنا كبشر كمخلوقين لكن الله لا يحده حتى لكي نقول قبل ما يخلق شنو من قال لك أنه الله لم يخلق الله أثر وجوده موجود إتعي لك أثر الله له أثر من قال أنه الله كان ساكت ما فاتح معمل يعني شو هالكلام هذا الله مبدع في كل لحظة عبل ما يبدع لكن إحنا أقولنا نشوف الأرض والسماوات نقول قبل أن يخلق السماوات والأرض الله عد خلائق هو الذي يعلم فقط ماذا خلق في هذا الوجود قبل الخلائق قبل هيا الخلائق كله قبل هيا الخلائق كله مش كين موجود الله الله موجود وأثره موجود ماذا كان يفعل ماذا كان يفعل قبل أن يخلق تتريد خليه عاطل عن العمل كان في يوم من الأيام عاطل عاطل عن العمل في هذا الاعتقاد أن الله كان عاطلا ثم خلقنا شو الكلام هذا طب أنا عم بيسألك ماذا كان يفعل أليس الله غلي عن خلائقه مش المفهوم البسيط لله أنه الله مكتفن بذاته مبظبوط ولا لا لا غني يعني غير محتاج غير محتاج مظبوط طب حلو معك والتاني أليس هو مكتفن بذاته مبظبوط ولا لا شو يعني في ذاته مكتفن مكتفن يعني هو مكتفي بذاته يعني قائم بذاته بصفاته بمميزاته لوحده مظبوط ولا لا الآن نفس الشيء إحنا ما نأثر ولا نزود ولا نأخص هذا النعيم اللي يعطانا يا لكي يبين إبداع هذا الإله الذي خلق كل شيء كيف يجب الإنسان أن يتعبد لهذا الخالق العظيم حلو سيد أحمد سيد أحمد سيد أحمد أنا وقت البرنامج خلص وأنا أعطيتك الفرصة اللي كي تجيب ومثل كل الشيوخ وكل الأشخاص المحترمين اللي سألتهم هذا السؤال تهربتم وقلتم نفس الإيجابة شو هذا السؤال ومين يسأل هذا السؤال والله يعني شو كان عاطل عن العمل والله كان خلق مخلوقات أخرى والله في كل الوقت عامل ويعمل وأنا سؤالي قبل أن يخلق أي شيء وقبل أن يعمل أي شيء ماذا كان الله يعمل له صفات الله له صفات له تميزات هذه الصفات هي الحب والإرادة وأن يسمع وأن يتكلم عندما كان الله بحسب المفهوم الإسلامي هو في هذه الوحدانية المطلقة لما كان هناك في الأزل الصحيق وقبل أن يفعل أي شيء الله ماذا كان يفعل من كان يحب لا إجابة إلى من كان يتكلم لا إجابة من كان يسمع لا إجابة من هو المريد والمراد ما في إجابة يا أخي يا أخي المسلم أرجوك اعمل عقلك اعمل عقلك هل تقول لي أن الله كانت صفاته عاطلة عن العمل وخلق لكي يضع صفاته حيز التنفيذ الله خارج الخليقة الله لا يحتاجنا ولا يحتاج أن يخلقنا لكي يضع صفاته حيز التنفيذ لكن الله مكتف بذاته الله غني عن خلائقه تعال واسمع معي المفهوم المسيحي والإعلان المسيحي عن الله الله الذي يقدمه الكتاب المقدس والذي نعبده نحن المسيحيون هو واحد جوهره واحد متعدد في تعيونه في أقانيمه خلينا نروح للأزل الصحيق في البدء الذي لا بدء له كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هناك في الأزل الصحيق الله الواحد الذي هو واحد في جوهره والذي هو كثرة في أقانيمه آب وابن وروح قدس الآب يحب الإبن والإبن يحب الآب والروح القدس يحمل تيارات المحبة بين الآب والإبن الآب يتكلم والإبن يسمع والإبن يريد والآب المراد وهكذا الله مكتفن بذاته واجب الوجود هناك قبل أن يخلق أي شيء الله موجود ومكتفن وصفاته عاملة وتميزاته واضحة وليس بحاجة أن يخلق لكي يضع يضع هذه التميزات وهذه الصفات حيز التنفيذ لكنه خلق هو أحبف خلق لكي يدخلنا نحن خلائق ضعيفة في هذا الاتحاد العجيب لكي نصير واحدا معه نقول لله يا أبي نقول للمسيح يا ربي والروح القدس صرنا هيكله ويسكن فينا بالروح القدس صلاتي أنك تعمل عقلك أخي أخذ أحمد أنا بشكرك لأجل تواصلك معي وإن شاء الله لنا لقاء في حلقات أخرى بمشيئة الله عزيز المسلم أرجوك الله الواحد الذي يحبك هو مثلث الأقانيم هو آب وابن وروح القدس وفي محبته الإبن تجسد في شخص المسيح والمسيح مات على الصليب وقام معلنا أنه الله ومظهرا أن الله قبلك ذبيحته لأجلك لأن عجلة الخطيئة موت وأما هبط الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا تعال إلى المسيح تعالوا يا رب أعلن لذاتك يا سيد أحمد أخي المسلم أختي المسلمة صلي من كل قلبك يا المسيح أنت الله يا إلهي أظهرني ذاتك هل أنت من يقولون أنك أنت هل أنت المسيح وإذا سألته بقلب مخلص وبقلب صادق المسيح سيظهر ذاته لك عندما تشعر بخطيئك وتشعر بثقل خطيئك وعذاب الضمير وأنه مش ممكن حسنات تذهبن سيئات وإنه يا رب ارحمني أنا الخاطئ أشكرك لأنك مت على الصليب لتدفع أجرة مرتكبته يداي سيقبلك الله لأنك احتميت في المسيح الرب بارككم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب الرب معكم